بلا توري ناحية تانية لعب مهم جدا في تشكيل برامد في وسط الملعب صحيح بيمر بمرحلة من انخفاض المستوى في الفتاة الأخيرة لكن يبقى واحد من أهم العيب الوسط في مصر عامة تانية أنا هاخد من كلام جيمي هو نفس النقطة اللي هو الأهلي بيعمل ضغط قوي شوية فهو بلا توري من اللعبة اللي عنده دايما بين الاستلام وبين أنه ياخد القرار حوالي 3-4 سواني ممكن كانت موجودة زمان مثلا في طارق حامد قبل ما يتطور شوية يعني طارق في بداياته في الزمالك كان عنده الحتة اللي هو الدلي بين الاستلام وبين أنه يطلع الكرة من الرجل وكانت في فرق بتلعب على الضغط ده ساندونز مع موسيماني في 2016 في مباراة المجموعات كان جاي يضغط على طارق حامد اللي هي النقطة دي ودي كانت فرق كتير بدأت تعملها فهو بلا توري ممكن لو الناس تفتكر مباراة الزمالك وبرامز في الدوري اللي زمالك خلاص 3-0 كان أباما لازق له عشان يمنع بلا توري بلا توري عنده الحتة دي التأخير تعالي نشوف يلا يعني بلا توري عليه أصلا أنه يتخلص من اللعبة اللي اعتمال على بلا توري ليه بقى تعالي نشوف أول حاجة صورة فيها عدد الكرات اللي هي لا مش اللقطة ممكن نرجع دي دي ممكن لا دي مش معنا احنا احنا بنتكلم على بلا توري آخر حاجة عندي اللي هي الكرات اللي خسرها لعبة برامز قبل ما نروح للفيديو ماشي خلينا بالفيديو عادي نشرح بالفيديو هنا بص بلا توري الضغط عليه بيتم ازاي وبسرعة حتى حمدي هول اللي كان بيتكلم عليه جيمي هو اللي ضغط على بلا توري هتلاقي دايما بلا توري بيستلم الكرة بياخد وقت شوية فيها فهنا خسر الكرة بشكل كبير هنا برضو نفس النظام هو بيعتمد على مهارته شوية ولكن بيخسر الكرة بص الضغط هنا واحد اتنين ثلاثة بيتحركوا عليه فبيتخنق فايما بيخسر الكرة بشكل كبير كانت الارقام بتأكد ده انه هو اكتر لعيب تاني اكتر لعيب بعد براهيم عادل خسر الكرة في برامز بس براهيم عادل كان بيخسرها في محاولات دريبل بلا توري كان بيخسرها من الفرصة بالضغط عليه اكتر لعيب خسر الكرة من الضغط عليه كان بلا توري هنا ثلاث لقطات كلهم ضغط قوي جدا على بلا توري لان اكتر الفرق خلاص بقت عارفة ان برامز في الغياب عبدالله سعيد بيعتمد على بلا توري طب ايه الحل اللي ممكن برامز يلجأ ليه هنا برامز بص هنا بص لي على هنا بلا توري بص على مروان عطاية حيعمل ايه حيسيب مكانه علشان يتحرك يضغط على بلا توري تجاهل برامز بلا توري ورمضان صبح مرة لعبدالله سعيد اتخلقت مزاحة كبيرة جدا فعلى بلا توري انه هو يعتمد على اطرافه ويتجاهل بلا توري لان بلا توري حيكون تحت الضغط من ثلاثة وسط الاهل اللي هم ممازين دي الصورة اللي كنت بتكلم عليها خلاص ايه اخر صورة ده هيا دي لا طبع هتجايب لك الرقم اللي بيعزز الكلام اكتر لاعب تم خسارة الكرة بعد ابراهيم عادل بس بص ابراهيم عادل خسر الكرة تسع مرات منهم اربع محاولات دريبل ده راجل الجناح بيلعب في المراضة المتأخرة من الملعب حيحاول يعمل دريبل انما بلا توري خسر سبع كرات منهم خمسة فرصة يعني اجبر على فقد الكرة بضغط عالي فعلى بيرامز ان يتجنب الاحتمال على بلا توري واحتمال على اطرافه سواء رمضان او مصنفة فتحة